في دو مكانين ستجد تجد نفسك 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 المتحف ده تأسس سنة 2009 بعد إنشاء مكتبة اسكندرية اللي تبنت سنة 2000 وبيضم جميع مقتنيات الرئيس الراحل السادات زي ما هنشوفها دلوقتي المتحف ده بيعتبر الوحيد والفريد من نوعه اللي موجود في اسكندرية اللي بيدم أهم مقتنيات الرئيس الراحل السادات سواء كانت كتب ندرة أو مجموعة من النياشين أو الهدايا عندنا كمان أوراق مكتوبة بخط إيده وكمان في البدلة اللي كان بيرتديها وقت اغتياله في 6 أكتوبر 1981 كل ده موجود وهنشوفه دلوقتي حالا قبل ما ندخل للمتحف بنلاقي شاشة التلفزيون اللي قدامنا دي بتعرض مجموعة من الأفلام مدتها حوالي 12 ساعة ودي أهداها التلفزيون المصري للمكتبة وكمان بنلاقي تسجيلات ما تعرضتش قبل كده سواء في مصر أو في دول أجنبية المتحف بيدم عدد من الأوسمة والنياشين اللي حصل عليها الرئيس الروحي لخلال مراحل حياته المختلفة ودول كانوا هدايا من دول مختلفة وكانت الهدايا دي متنوعة سواء هدايا زهبية أو فضية أو برونزية ونحسية السورة اللي قدامنا هي مراحل عمرية مختلفة من حياة الرئيس الروحي وبتبين تخرجه من الأكديمية العسكرية سنة 1938 وبعدها انضم الحركة الدباط الأحرار اللي كانت أهم عملها أن هي قامت بالثورة على حكم الملك فاروق سنة 1952 وكانت الحركة دي كيادة اللواء محمد نجيب اللي أصبح بعد كده أول رئيس على مصر وبنلاقي صورة الزفاف الخاصة بالرئيس الروحي اللي وي زوجته جيهان السادات وكمان صورة ندرة مع أسرته وفي يوم 17 أكتوبر 1970 تولى الرئيس الروحي فعليا حكم مصر أو رئاسة مصر وهو الرئيس الثالث في حكم مصر بعد الرئيس الروحي المحمد نجيب وجمال عبد الناصر هنا في مجموعة من الصور بتوسق زيارات ومقابلات الرئيس الروحي مع ملوك ورؤساء دول عربية وأوروبية قدامنا مجموعة من البدل العسكرية ومن أهمهم هي البدلة اللي كان بيرتديها في وقت اختياله هنشوفها في آخر الفيديو والعصر الشخصية والبايب اللي كان بيشتهر بيها ومتعلقات تانية شخصية زي ما احنا شايفين قدامنا والمتحف بيدوم اللعبية اللي كان بيرتديها أثناء زيارته قرية ميتا بولكم بالمنوفية ودي القرية اللي تولد فيها يوم 25-12-1918 السور اللي قدامنا دي بتوسق زيارة الرئيس الامريكي جيمي كارتر لمنطقة الأهرامات وكمان من أهم زياراته هي زيارته للرئيس الراحل في كريته شايفين المكتبة اللي قدامنا دي؟ المكتبة دي هي المكتبة الشخصية بتاعته وفيها كل مكتنياته زي الكرسي والمكتب والشنطة وصورة شخصية ليه وكمان المكتبة هنا بتضم مجموعة من الكتب من أندر الكتب اللي كان بيحصل عليها هدايا من مختلف دول العالم وما ينفعش نتكلم عن الرئيس الراحل من غير ما نذكر حرب 73 دي مشاهد من نصر أكتوبر وتحطيم خط برليف المنيع في يوم 6 أكتوبر 1973 الموافق لعيد الغفران اليوم ده كان بيعيدوا به اليهود وكان يوم مقدس جدا عندهم في اليوم ده تمكنت القوات المصرية من عبور قناة السويس وتحطيم خط برليف اللي كان بيقولوا عليه أنه لا يهزم أو لا يكهر اللي بنته إسرائيل على طول خط القناة أثناء احتلالها لسينة بعد حرب 1967 وتم تطويره خصوصا بعد حرب الاستنزاف والهدف منه هو فصل مصر نهائيا أو فصل الأراضي المصرية عن سينة وعدم الوصول لها وهدفه أيضا كان تأمين اللي الدفة الشرقية للقناة ومنعوا عبور أي قوات مصرية لها خاصة داخل سينة تخيلوا كده تحصينات خط برليف وإنشاءه وكلف إسرائيل قد إيه؟ تكلفة الخط ده وقتها كلف الكوات الإسرائيلية 500 مليون دولار خط برليف هو كان عبارة عن خطين بطول 170 كم على طول القناة وعنكه 12 كم بيدم كثير من المواقع الدفاعية حوالي 22 مواقع و26 نقطة تحصينية من ضمنها كان فيه الأسمنت المسلح والكتل الخرصينية حتى كتبان السكة الحديد تم تحصينها للوقاية من كل أعمال العنف اللي ممكن تحصل لها فكرة تحطيم خط برليف كانت شبهة مستحيلة لدرجة أن الخبراء السوفيات نفسهم قالوا لا يمكن تحطيمه إلا كنبلة نووية لحد ما جاء المهندس اللواء أركان حرب باقي زاكي يوزف وكان صاحب فكرة استخدام خراطيم المية فهدم الساتر الترابي تمهيداً لعبور القوات لسينة وأشهر مقولة لي للرئيس الراحل هو ربنا حط المشكلة وجنبها الحل يا فندم ودي كأنها بتقول يعني بالبلد كده مفيش مشكلة ملهاش حل وفعلاً تم تنفيذ الخطة والفكرة دي كانت سبب في إنقاذ مصر وبسينة كلها وكمان أنقاذت تقريباً 20 ألف جندي مصري على الأقل تم إنقاذهم من الموت الخطة دي نجحت أيضاً بسبب قوة وشجاعة الجندي المصري وقدرته على السبات في مواجهة الصعوب وما بين العساكر الإسرائيلية كان في حوالي 441 عسكار إسرائيلي كتل منهم 126 وتم أسر 161 وخارجت إسرائيل من الحرب بهزيمة صاحقة هنرجع تاني المجتنيات المتحف اللي هنعرف من خلالها الكتير من الأحداث والأسرار اللي حصلت في الوقت ده فيه كمان عندنا زي صندوق صغير ده بيضم ثلاث مسارك كانت السيدة الراحلة جهان السادات أهدتهم للمكتبة وكانوا دول عبارة عن هدايا للرئيس الراحل أثناء زيارته للأدس وكانت زيارته لإسرائيل مفاجأة مش بس للشعب المصري ولكن للوطن العربي كله والزيارة حدثت فعليا يوم 19 نوفمبر 1977 بعدها الزيارة دي تلعت بترحيب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها منحن بيجن وطبعا الأمريكان وبعدها الرئيس الراحل ألقى خطاب خطابه الشهير في البرلمان الإسرائيلي أهم فكرة بيدور حواليها الخطاب ده هي إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط كله لكن الزيارة دي كانت لها رد فعل سلبي وكان موقف بعض الدول العربية وقتها كان معادي لمصر زي السعودية وبيروت بسبب الزيارة دي وكان معادي لمصر بشكل كبير وحصلت مقاطعة ومظاهرات كتير في كل مكان وكانت الزيارة دي أهم حاجة فيها هي توقيع معاهدة أو اتفاقية السلام اللي بتتسمى بكامب ديفيد ومن وقتها الحرب وقفت ما بين مصر وإسرائيل المعاهدة دي كانت يوم 17-9-1978 اللي قدامنا دي مجموعة من الأوراق المكتوبة بخط إيد الرئيس الراحل وكان السادات هو أول رئيس يوصل للقدس بعد إعلان إسرائيل كدولة وأول رئيس يصلي في المسجد الأقصى وكانت قرينة الرئيس السيدة جهان السادات حريصة جداً إن هي تجمع كل مقتنيات الرئيس وتضعها في هذا المتحف بداية من متعلقاته الشخصية حتى البدلة اللي كان بيرتديها ومش بس كده ده فيه كمان أدوات الحلقة اللي استعملها الرئيس في صباح يوم 3 أكتوبر 81 قبل ذهابه للموكب العسكري وتم اغتياله من خلال مجموعة من النشطاء الارهابيين وعلى رأسهم عبود الزمر وتم نشر أسماءهم والحكم عليهم بالسجن أول مؤتبد في جريدة الأخبار زي ما احنا شايفين قدامنا ومحفوظة جوه المتحف ويومها رفض أنه يرتدي واقي الرصاص تحت البدلة العسكرية لأنه لم يكن يتوقع أي محاولة للاعتداء عليه لأنه كان بين دباطه وجنوده ولكن تم الهجوم بشكل إرهابي وتم إطلاق العديد من طلقات الرصاص والبدلة الموجودة هنا يوجد عليها أثار للدماء دي آخر بدلة عسكرية كان بيرتديها الرئيس الراحل السادات في وقت الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر 81 وتم اغتياله وهو في الموكب العسكري والأثار الدماء قدامنا زي ما احنا شايفين على البدلة لسه محتفظة بشكلها وكل تفاصلها بتمنى الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتم منه وياريت تدعموه باللايك والشير لأن الفيديوهات اللي زي كده بتاخد وقت طويل ومجهود في التحضير إن هي تطلع لكم بالشكل ده ياريت كمان تعملوا سبسكرايب علشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول والفترة الجاية هيكون فيه فيديوهات مختلفة وزي ما قلت لكم في أول الفيديو إن المتحف ده موجود جوه مكتب تسكندرية والتيكت بتاعته فري وأي حد يقدر يزوره في مواعيد مكتب تسكندرية هعملكوا إن شاء الله قريب جدا حلقة عن مكتب تسكندرية وكل المتحف اللي موجودة فيها واستنوني في حلقات تانية كتيرا إن شاء الله عن أميكين سياحية حلوة في مصر شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة